موسيقى نشرة الأخبار من قناة طيبة أهلا بكم والبداية من العنوين الناطق باسم حكومة قحط فيصل صالح ينتقد استثار مجلس السيادة بملف التطبيع مع إسرائيل واتخاذ القرارات دون التنسيق مع مسؤولين آخرين الجبهة الوطنية للتغيير تصف رفض قحط تشكيل مجلس الشركاء بالمسرحية سيئة الإخراج ويتهم الحكومة بإلهاء الشعب عن قضاياه المصيرية بقضايا سياسية أصحاب المخابز يقولون إن أزمة الخبز مستمرة وهناك زيادة في أسعار المدخلات وتجار الأسواق يشتكون من ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية موسيقى أهلا بكم إلى التفاصيل انتقد وزير الأعلان فيصل محمد صالح الجيش لسعيه لتطبيع العلاقات مع إسرائيل دون التنسيق مع مسؤولين آخرين أقال فيصل صالح في حديث لقناة محلية إن زيارة وفد إسرائيلي لمؤسسة تصنيع عسكرية سودانية تم دون علم مجلس الوزراء أضف أن الأمور المتعلقة بالتطبيع هي بيد الجيش بشكل فعلي ففي مرة أو مرتين تكرر المسألة إنه في موقف بيحصل من إمام المجلس السيادة وسمي المكونة العسكري يكون الجهاز التنفيذي ما عنده علم بيو حصل قد تل مرة عندما جاءت الطائرة للمرحومة نجوة قد حد دمس وإنه عنه حقيقة لم يكن لدينا علم لأنه المطار الكذا هو في يد الجهات العسكرية وبالتالي ممكن كده ثم الوفد اللي قيل أنه جاء مؤخرا حقيقة لم يستطني لدينا علم فيه الجهاز التنفيذي والواحد يستغرب من ذلك وافتكلم دي مشكلة بتحتاج إلى معالج قال الأمين العام للجبهة الوطنية للتغيير عبد العزيز النور إن تنديد قوى الحرية والتغيير بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية لا يعد أن يكون مسرحية سيئة الإخراج كونهم حضروا الاجتماع الذي أجاز تكوين المجلس أوضح النور في تصريح صحفي أن قوى الحرية والتغيير تريد إلهاء الشعب عن قضاياه المصيرية بقضايا سياسية وأنهم على علم واتفاق تام بشأن المجلس كما أضاف أن هناك قوى داخل الحرية والتغيير تعمل لصالح أطراف خارجية وجندة تخصها أن ذلك ظهر جليا عقب تصريح رئيس وزراء قحط عبدالله حمدوك بشأن تشكيل المجلس حيث نشطت هذه القوى ورمت الاتفاق بكل ما هو قبيح رغم كونهم طرفا أساسيا فيه أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير عن اتفاق مع رئاسة مجلس الوزراء يقضي بتشكيل لجنة الرباعية لإدارة حوار بناء حول كل ما يتعلق بمجلس الشركاء أوضح المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ أن اللجنة تتكون من أطراف العملية السلمية والحرية والتغيير ومجلس الوزراء والمكون العسكري وشر إلى أن الأطراف الأربعة ستجتمع كاملة من أجل إجازة مخرجات اللجنة الرباعية بعد اعتمادها من كلياتها اتهم رئيس حركة تحرير سودان مني أركو مناوي سياسيين بعرقالة مسألة تشكيل جيش قومي بالبلاد أقال مناوي خلال لقاء مع إذاعة بلادي نتحالف الحرية والتغيير انتهى مضيفا أن القوات المسلحة لا تقوم بانقلابات وإنما تقوم بها الأحزاب السياسية حال فشلها في المنافسة على الحكومة كشف مصدر مطلع نقلا عن قيدي بقوى الحرية والتغيير تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك رئيس المجلس السيادي الفريق أول البرهان وقال المصدر إن اللقاء باحث الخلافات حول تشكيل مجلس الوزراء والتداول بشأن تحفظات وملاحظات أعلنها حمدوك مؤكدا أن الأزمة في طريقها للانفراج بإعلان مذكرة تفسيرية لمهام مجلس الشركاء بما يبدد مخاوف الجهاز التنفيذي بالتغول على صلاحياته كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة لإعادة النظر في صلاحيات مجلس الشركاء وتقديم مقترحات حول ضوابط لائحة أعمال المجلس على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال أسبوعنا وجهت إثنتان وعشون منظمة حقوقية طعنا لدى المحكمة الدستورية ضد تعديل الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية أقال رئيس كونفودرالية منظمات المجتمع المدني نبيل أديب في تصريحات لوكالة السودان للأنباء الأحد تقدمت بطعن للمحكمة الدستورية ضد قرار مجلسي السيادة والوزراء القاضي بتعديل الوثيقة الدستورية وشدد أديب على أنه لا يجوز دستوريا تعديل الوثيقة الدستورية إلا بوسطة المجلس التشراعي الذي ينبغي على مجلس السيادة والوزراء العمل على قيامه بشكل عاجل إذا ما أريد إجراء أي تعديل على الوثيقة الدستورية كونفودرالية المجتمع المدني والتي تضم عدد من منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الحوكمة وحقوق الإنسان برفع دعوة دستورية ضد التعديلات الدستورية التي أدخلت على الوثيقة الدستورية بمجب التعديل 2020 والتي تمت عن طريق الاجتماع المشترك لمجلسي الوزراء والسيادة ملخصة الطعن هو في أنه لا يجوز تعديل الوثيقة الدستورية إلا بواسط المجلس التشريعي جددت المحكمة برئاسة القاضي محمد سر الختم حبس رئيس حزب دولة القانون الدكتور محمد علي الجزولي خمسة عشر يوما على ذمة التحري بناء على طلب من وكيل النيابة أحمد سليمان أقلت هيئة الدفاع في تصريح صحفي التحري مع الجزولي انتهى من قبل لجنة من الشرطة يوم الأربعاء الماضي أشرت إلى أن الطريقة التي تتبعها النيابة برئاسة النائب العام تجسر الحبر مسيسة وهدمت النظام العدلي السوداني أكان الجزولي قد اعتقلا في يونيو الماضي من منزله بوسطة استخبارات الجيش ولم يقدم للمحاكمة حتى الآن اعتبر رئيس تيار نصرة الشريعة ودولة القانون الدكتور محمد عبد الكريم موافقة حكومة قحط الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته جزء من تعهدات حمدوك للدوائر الغربية مؤكدا أن حكومة قحط وافقت عليه دون مراعاة العادات والتقاليد الإسلامية السمحة لكن انت ما ممكن تأتي إلى تسوي هذه البيئات المتخلفة وأعرافها وتقاليدها ببيئات إسلامية بمجتمعات إسلامية عندها ركائز وعندها يعني ثوابت وعندها وهي تعتبر من أرقى هي تعتبر الأرقى دون منازع هي تعتبر النموذج الأرقى بالنسبة للمجتمعات الإنسانية في قضية الانضباط الأخلاق والسلوك ومراعاة الحقوق التي سنتحدث عنها كيف أنت تسوي هذا الذي ليس عنده عقائد عقيدة صحيحة ولا عنده مبادئ صحيحة بالمجتمع الإسلامي فهنا الظلم أصلا يعني في قضية أنه كل هذه أعراف كل هذه أديان كل هذه تقاليد شكت ربنا سبحانه وتعالى بنى عقيدة المسلم على قضية أساسية الاعتزاز بما هو عليه وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إحنا صحيح ما عندنا تعالي عنصري يعني يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكري وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا لكن عندنا استعلاء إيماني اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل يعني جعلوا أن هذا هو الأساس الذي يبنى عليه طبعا في مواثيق أخرى هم استندوا إليها أيضا في تغذية متاق وضمط الوحزة الأفريقية وغيرها طيب هم يعني إذا الاستلهام عندهم بالنسبة لوضع هذه المواد كلها هي ما وصل إليه البشر يعني هم ما وصل إليه البشر وما وصل إليه الناس في فهمهم الألعام وطبعا هذا حق هم بنفسهم بيقولوا أن هذا الحق الذي يصل إليه الإنسان في هذه القضايا كلها بما في ذلك قضايا حق الإنسان هو حق نسبي مش حق مطلق بدليل أنه هم فتحوا المجال للتغيير يعني هم وضعوا في المادة الأخيرة إمكانية التغيير كيف يتم التغيير بالنسبة لهذا الميثاق قال مجلس الصحوى الثوري إن قائده هلال موسى وأبناءه ومعاونه تعرضوا لحادث مروري أثناء عودتهم من المحكمة العسكرية بالقيادة العامة بالخرطوم إلى محبسه في كرري وصفا الحادثة بمحاولة اغتيال هلال وتصفيته وحمل المجلس في بيانه مسؤولية ما حدث لكل من رئيس السيادي والوزراء ونائب قائد الدعم السري عبد الرحيم دقل سلامة هلال وكافة قيادات ومنسوب مجلس الصحوى داخل المعتقلات وخارجها أطالب المجلس بإجراء تحقيق فوري حول الحادث وتمليك الحقائق للرأي العام كما حذر المجلس من حدوث أي مكروه لهلال ومرافقه جراء الحادث مهددا باللجوء لكافة الخيارات قال نادي أعضاء النيابة العامة إنه سجاب لمناشدات وقف التصعيد لهيئة بيئية ملائمة تحقق مطالب أعضاء النيابة العامة أكد النادي أن الهدنة التي جاءت استجابة لمبادرة نادي القضاء وقادة النيابة العامة هي ليست ارتدادا عن المقاصد والأهداف المعلن عنها علقت السلطة القضائية في سودان العمل جزئيا بالمحاكم كافة لتجنب الازدحام والحد من انتشار وباء كورونا المستجد كما استثنت من القرار دعاوى الإجارات وجميع التنفيذيات بجانب تعليق العمل بمحاكم الأحوال الشخصية الابتدائية باستثناء الاستئنافات المرفوعة أمام المحكمة وجاوز القرار لرؤساء الأجهزة القضائية والقضاء المشرفين على المحاكم استثناء بعض الحالات المستعجلة مما لم يرد استثناؤه في القرار كشفت لجنة أراضي الفشغان 90% من أراضي الفشغ الصغرى ما زالت محتلة من قبل الميليشيات الإثيوبية المدعوة من جيش بلادها وأوضحت اللجنة أن المواقع التي وصلتها القوات المسلحة السودانية تبعد مسافة 35 كيلو متر من الحدود مع إثيوبيا من ناحية الشرق مشيرة إلى أن الطرف الإثيوبي أخلى تلك المناطق طوعية على خلفية الحرب الدائرة في إثيوبيا وكانت وسائل أعلمية قد نقلت أن الجيش استراد أو استرد أكثر من 50% من الأراضي السودانية المحتلة من قبل الميليشيات الإثيوبية في الفشغة شهدت معسكرات اللاجئين الإثيوبيين بشرق البلاد تدفقات جديدة رغم إعلان يديس أبابا انتهاء العمليات في إقليم تيجراي ليرتفع مجموع الواصلين إلى أكثر من 50 ألف لاجئين أنقل موقع سودان تريبيون عن مصدر وصفه بالموثو قوله إن معسكرات استقبال اللاجئين الإثيوبيين بشرق السودان استقبلت يوم الأحد مئات اللاجئين الجدد أضاف أن العدد الكلي للأثيوبيين ارتفع إلى أكثر من 50 ألف لاجئ بعد دخول نحو 553 لاجئا أمس الأحد وفي ذات السياق فادت مصادر محلية إلى تجدد الصراع في إقليم بني شنغول بين الجيش الإثيوبي وبعض المعارضين مما أدى إلى نزوح المئات نحو ولاية النيل الأزرق أكد عدد من قيادات وممثلي اللاجئين السودانيين بدولة تشاد أن أوان عودتهم من المعسكرات إلى السودان لم يأتي بعد نسبة لاستحقاقات التعويض الفردي والجماعي وتأهيل القرى التي دمرت بسبب أحداث درفور وسمعت معتمدية اللاجئين ضمن جولة لها لأوضاع النازحين السودانيين بالمعسكرات التشادية حيث أكد مفوض مدير المفوضية السامية للاجئين بولايات درفور مستر نيكولاس أن هناك إجراءات ستتنفي العودة الاختبارية أو الاختيارية من حيث توفير مبالغ تدفع للاجئين قبل السفر وبعد وصوله إلى السودان شك بعض أصحاب المخابز من زيادات كبيرة طرأت على أسعار المدخلات مما ينذر بإغلاق كافة المخابز بالعاصمة الخرطوم عن العمل وقالت أصحاب المخابز ببحر وشرق النيل أن هناك زيادة كبيرة في أسعار الخميرة والزيوت إضافة لسمرار نقص حصص الدقيق لفتا إلى أن تسعين بالمئة من المخابز تعمل في الفترة الصباحية أضاف أصحاب المخابز بأن هناك مخابز أغلقت بسبب ارتفاع تكلفة صناعة الخبز ورداءة الدقيق مضحين بأن وضع المخابز سيء ويحتاج لحل عاجل أغلق تجار سوق مدينة كادوكلي محلاتهم التجارية صباح اليوم احتجاجا على زيادة الضرائب والجبايات المفروضة عليهم من قبل السلطات المحلية أفاد ممثلون عن الغرفة التجارية عن الضرائب التي فرضت مؤخرا على التجار أثرت بشكل كبير على الحرية التجارية وأضافوا أنهم عقدوا اجتماعا سابقا مع المدير التنفيذي للمحلية إحسين سبيل الذي نفى لهم علمه بالزيادات ووعدهم بمعالجة الأمر إلا أنه لم يتحقق شيء ما دفعهم لاتخاذ هذه القطوة في إطار السعي لحل إشكالاتهم وعودة السوق لحركته الطبيعية اشتكى عدد من التجار بأسواق الخرطوم من زيادة الأسعار والتكاليف التشغيلية وضعف القدرة الشرائية مطالبين حكومة قحط بإيجاد حلول ناجعة للخروج من الأزمة الاقتصادية في الحقيقة السوق متأغلب الآراء حتى السوق يتعرض مثلا كمية الوارد يخش السوق في الإنتاج بالجد أننا نعاني من غلاء الأزعار بصورة مستمرة على طول الأزعار دي ممكن تكون يومي زايد حتى المواطن ذاته شخصيا ما يقدر يقدر يقضي حياته اليومية يتبطل لظروف الترحيل وعندنا مثلا انعدام الجاز يعني بخلي الإنسان مثلا يتأزم حتى المزارع هناك من المنتج عشان ما يرحل مثلا الانتاج بتاول حد السوق يتعرض لإنه يكون مثلا ما في جاز ويكون مثلا فيه ندر في المواد البترولية عشان كده واحد يعاني حتى لو عنده وضاع مثلا ده من المنتج من المزارع أو من الخلاء دي مكان طبعنا نغوه الخلاء أو محل الإنتاج يكون فيه تقاليب بغض جدا جدا لحد ما الخضارات دي تأتي سواء مركزي أو سواء كان في مندرومان أو على موستوى أو بحري بيكون مثلا فيه أزعار مرتبع شهيد يعني وحيطة يبت معكز على المواطنين وأنا ناشد يعني أنا ناشد النازل المزولين في الدولة وأنا ناشد مثلا من حقوقة الفترة الانتغالية يعني أنت رأي كل المراعاة لهذا الشعب الصادر يعني فيه زيادات طبعا ممكن أولك بداياتها أصلا بالتزعيرة بالبنزين زيادة البنزين عرفتها يعني نحنا لو عايزين نجيب وضاعها مثلا زمان قام ندفع أقلها يعني للطرحيل بتاعه حسي أقل طرحيل نحنا منجيبه بفوت الألف وحاجة يعني قل طرحيل فهذه الخلت أي صنيف يزيد يعني فهذه السبب الرئيسي أصلا في الزيادة والله إحنا كيلو الضاني أنا ممكن أقول لك قبل ثلاثة شهر أببع شهر أضعر الضاني كانت يعني ستمية سبعمية هسي الأزعار ما تفاعد لألف وألف وحاجة أو تزعمية يعني ما فيه زيادة مبالغة في زيادة أكثر من اللازم يعني يقول لها بتضروج بسوق اللسوت يعني حياته كلها مربوطة بسوق اللسوت الزر المالقة بالعديل بيشتري بسوق اللسوت بيزيد لكيشتري يلتا مجبور أنك تزيد الشغلات مجبور عاديل أنك تزيد الأزعار بتاتل لحوم والأزعار بتاتل إجارات والأزعار بتاتل كلها بيزيدة حقيقة كان الأزعار مرتفع العيام الفاتت لكن الحمد لله هسه مستغرة ودار تنزل يعني ديما الفترة الشتوية الفراغ بتنزل لكن أكثر الفراغ بيرتفي لارتفاع الوقود وارتفاع التكلفة العالية لكن هسه الحمد لله الفراغ مستغرة العزعار الكيلو بخمسمية وخمسين البيت شوية فيه زيادة يعني ستتمية وثلاثين كانت العزبوة الفاتت بسلتمية وخمسمية وخمسين الآن فيها زيادة شوية هي جاية من تكاليف الطراحيل وكذا لأنه تجي من المزاري بر الولاية وكذا لأنه جاز غالية والعربات بيقيف أكتر من ساتين أو مرات بيقيف أكتر من ثلاثة يوم شأن تشحن جاز أوجه سعالي وكلامي لينساد الغادة الدولة إنه إنه المواطن ده عانى معاناة شداً معاناة يعني صراحة إن جد من ضبط الأسواق وأفضل الأسواق فأري خاص يعني الدولة تنتبه غادة الدولة تنتبه لإنه أطباط السوق قال لي هو تعبان منه المواطن الشديد جداً يعني بيعاني من حياة كثيرة جداً يعني ما فيه أي الشعبي ما قادر يأكله والله صراحة جد يعني بأمانا أي شيء في السوق تهبشوا الليلة تشتريه حسن بكرة بتلقاءه زايد يعني حسن لو شريد من الدكان حسن ليلة قريع الدكان بتلقاءه مبنغ زايد زيادة يعني يعني فيه انفلات في الضبط الأسعار وضبط الأسواق انفلات ما عادي كل كله والله يعني التسويغة اللي كنت بس سوغة يعني يمكن بألف ينيبس عسن اليوم ثلاثة ألف ما بتقدر صراحة يروح الله ثلاثة ألف ينيه اليوم ما بتقدر الإنسان يعني يسر فيها ثلاثة أربعة خمسة أفار ما أقل من ثلاثة ألف 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 ينيه فهين فيه مواطن تعبان شريد جداً يعني ما راده ما أكتر من ألف ومئتين ألف وثلاثة يعني حيث يأكل شوية كما كلها معانا يعني انتقد مدير الانتاج الزراعي بوزارة الزراع عبد المجيد الطيب صيغة شركات التأمين الزراعي وطلبا بعادة النظر فيها لما تسببه من ظلم بائن للمزارعين وكشف الطيب في تصريحات صحفية مع عدم دفع المالية نسبة خمسة وعشرين بالمئة للمزارعين والتي تتحصل عليها من التأمين الذي يدفعه المنتجين للشركات التأمين مقابل حماية محاصيلهم من حدوث أي مخاطر محتملة أضف أن العديد من المنتجين تعرضوا للأضرار والخسائر الفادحة جراء السيول والفيضانات التي ضربت البلاد العام الجاري والتي أدت لتدمير مساحات واسعة للمزارعين خاصة الموازية للشريط النيلي إلا أن المزارعين لم يتلقوا أي تعويضات حتى الآن يشف عضو اللجنة التسيرية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناغل العمدة حمد النيل مصطفى الطيب عن فشل إدارة مشروع الجزيرة في زراعة المساحة المستهدفة بمحصول القمح البالغة حوالي ستمائة ألف فدان لوجود مشاكل تهدد العرى الشتوية أبرزها انعدام مياه الري في بعض المساحات نزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي حبى الله السودان بأرض صالحة للزراعة تقدر بمائة وخمسة وسبعين مليون فدان ووفرة في المياه لذا أطلق عليها سلة غذاء العالم ها هو الموسم الزراعي الشتوي انطلق وسبقته جملة من الوعود التي أطلقتها الحكومة بأن هذا العام سيكون مختلفا عن جميع الأعوام السابقة لكن الواقع يبدو غير ذلك فلم يطبق من الورش والندوات والوعود شيء على أرض الواقع فأول من أطلق نداءات التحذير بفشل الموسم الزراعي هو مشروع الجزيرة الذي يعد أكبر المشاريع الزراعية في البلاد حيث أعلن عن فشل زراعة المساحة البالغة ستمائة ألف فدان وأن جملة ما تم زراعتها من الأراضي بلغت ثلاثمائة ألف فدان فقط وأرجعت إدارة المشروع فشل زراعة المساحة المستهدفة إلى وجود مشاكل كبيرة في الري لعدم توفر الكرارات وانعدام مياه الري تماما في مساحات شاسعة من المشروع يضاف لها شح القازولين الذي يعد عقبة أخرى تقف بوجه المزارعين وعدم السلام عدد كبير من المكاتب للتقاوي والأسمدة على الرغم من بدء الموسم الزراعي أسباب تنظر بخطر كبير في ظل المخاوف من فشل الموسم الزراعي الشتوي أعلن مدير الإنتاج الزراعي عبد المجيد الطيب أن وزارة المالية تنصلت عن دفع نسبة 25% للمزارعين والذي يدفعه المنتجون لشركات التأمين مقابل حماية محاصيلهم من حدوث أي مخاطر محتملة فالعديد من المزارعين تعرضوا لخسائر فادحة بسبب السيول والفيضانات التي ضربت البلاد وأدت إلى تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية يرى مراقبون أن فشل الموسم الزراعي يبدو وشيكا بسبب انشغال الحكومة في الصراعات السياسية التي تعصف بالبلاد فالحكومة في واد والمزارعون في واد آخر قالت رئيسة المجلس الإرادي بوزارة المالية أماني مهدي أن أكثر من 60% من إرادات ولاية جنوب درفور خارج عن السيطرة جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لسير العمل بوزارة المالية أضافت آماني أن سبب فقدان الإرادات وجود بعض الثغرات والحاجز الترابي المحاط بمدينة نيالة في بعض المواقع ووعدت بوضع آلية جديدة لضمان التنسيق بين وحدات الحكم والتحكم في الإرادات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين قال وزير ثروة الحيوانية والسمكية المكلف عادل فرح إن 22 ألف رأس من الضئن و 500 ألف رأس من الأبقار السودانية وصلت إلى دولة قطر وأوضح الوزير في تصريح صحفي لحداً الباخرة في كتوريا وصلت إلى دولة قطر بحمولة تصل لنحو 23 ألفاً من الضئن إضافة لـ 500 رأس من الأبقار وتعتبر هذه الشحنة هي الثانية إلى دولة قطر خلال أقل من شهر حيث سبقتها شحنة في الخامس والعشرين من الشهر الماضي رفضت مبادرة نواب اختصاصي أطباء السودان حل مجلس الوسطى وبيان مكتب رئيس الوزراء طالبت المبادرة في بيان لها رئيس الوزراء بإصدار قرار بالتسكين الوظيفي للنواب وإضافة امتيازات وبدلات مجزية ونفع عضو مبادرة النواب محمود حسين رفع الإضراب المعلن عنه أو التوصل لاتفاق مع مجلس الوزراء مؤكدا أن النواب سيستمرون في الإضراب لمدة خمسة أيام أخرى مع جدول مفصل للتصعيد حتى تحقيق مطالبهم إلى ذلك وجهت الحركة الإسلامية كوادرها الطبية بكل المستشفيات بكسر الإضراب المعلن ومباشرة الحالات حفاظا على الأرواح وتعاني المستشفيات من نقص حاد في الأطباء والنواب الإختصاصيين بعد إعلانهم الإضراب العام حتى تحقيق مطالبهم أزلت جامعة كردفان قرارا بتعليق الدراسة بجميع المستويات عدد دراسات العليا إضافة لإيقاف كافة الأنشطة الطلبية بالجامعة بما فيها احتفالات التخرج وبررت الجامعة القرار بأنه يأتي ضمن الاحتياطات الصحية الصادرة عن لجنة الطوارئ الصحية للجائحة بالجامعة وكانت عدد من الأطر الطلبية توجهت أمس بموكب إلى مدير الجامعة احتجاجا على ترد الأوضاع والخدمات بالجامعة وهددت أكثر من تسع أطر نقابية بالتصعيد والقيام باعتصام مفتوح حال عدم الاستجابة لمطالبهم استنكرت اللجنة العليا لدفاع عن اتحاد المكفوفين قرار مفوضية العون الإنساني بتجميد نشاط اتحاد المكفوفين وعدم توفيق أوضاع الاتحاد وهددت اللجنة بالتصعيد باستخدام جميع الخيارات وقال مقرر الاتحاد يوسف الفحل في مؤتمر صحفي أمس بطيب بريس إن الاتحاد لم يتسلم قرار حل الاتحاد والخطاب الخاص بتوفيق أوضاع المكفوفين حتى يتسنى لهم ممارسة حقوقهم القانوني أو ممارسة حقهم القانوني وطلب يوسف بالتمثيل العادل في أجهزة الدولة وتفعيل الاتفاقية الدولية وإنزالها على أرض الواقع بالإضافة إلى ضرورة توظيف المكفوفين في الخدمة المدنية بما لا يقل عن عشر بالمئة أعلنت وزارة الخارجية انطلاق امتحانات السكرتاريا الأوائل والمستشارين لملء الوظائف الشاغرة بالوزارة الثلاثة أوضحت الوزارة عقد امتحانات المنافسة الأولى إلكترونيا بمباني المفاوضية القومية للجنة الاختيار وبالمجلس الطبي ودعت المتقدمين لمراجعة لوحة إعلانات مفاوضية والموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية لمعرفة زمان ومكان جلسات امتحاناتهم حسب الجدول المنشور نهاية النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوينه الناطق باسم حكومة قحط فيصل صالح ينتقد السيثار مجلس السيادة بملف التطبيع مع إسرائيل واتخاذ القرارات دون التنسيق مع مسؤولين آخرين الجبهة الوطنية للتغيير تصف رفض قحط تشكيل مجلس الشركاء بالمسرحية سيئة الإخراج ويتهم الحكومة بإلهاء الشعب عن قضاياه المصيرية بقضايا سياسية أصحاب المخابز يقولون إن أزمة الخبز مستمرة وهناك زيادة في أسعار المدخلات وتجار الأسواق يشتكون من ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية شكرا لطيب المتابع وإلى اللقاء اشتركوا في القناة